رفع سم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غربي آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماءات التهني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى في ظهر الله ورعى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز مملكة البحرين بالمركز الأول في البطولة العربية لاختراق الضاحية التي اختتمت في تونس مساء اليوم واعتبر سموه الإنجاز العربي هو ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للحركة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضة ألعاب القوة بشكل خاص وما تحدى به أم الألعاب من رعاية واهتمام متواصلين سهما في تبوء المملكة لمكالة مرموقة على جميع الأصعدة لتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن احتكار العدائين البحريني للمراكز الأولى بفأة الرجال عموم والسيدات عموم والشابات في البطولة العربية لاختراق الضاحية يعد بمثابة شهادة اعتراف جديدة بمدى ما تتمتع به الرياضة من علاصر متميزة قادرة على حمل راية الوطن وتشريفها بكافة المحافل ودليل واضح على تميز عدائي وعداءات مملكة البحرين وأضاف سمو أن الإنجاز يعكس بوضوح التطور المتلامي الذي تعيشه ألعاب القوى البحرينية مشيدا سمو بالمستويات المتميزة التي قدمها جميع الأبطال والبطلات وما تحلوا به من روح التفاني والإخلاص لتشريف وطنهم خير تشريف في هذا المحفل العربي كما أثنى سمو على الدور البارز للأطقم الفنية والإدارية في تحقيق هذا الإنجاز وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليف أن هذا الإنجاز سيحفز مجلس إدارة الاتحاد لبذل المزيد من الجهود وتبني العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات الرامية لكسب المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات لتستمر رياضة ألعاب القوى في نيل الألقاب والبطولات التي تعلي من شأن الوطن خصوصا وأن الاتحاد تنتظره العديد من الاستحقاقات الهمة من أبرزها دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 والتي يتطلع من خلالها الاتحاد لتحقيق نتائج غير مسبوقة